من ضمن الفتن الصعبة جداً في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاجة ما لهاش أي علاقة بسيدنا رسول الله حاجة لها علاقة بالمتقربين إلى الله اللي سعد بيسموا المتدينين إن حد متقرب إلى الله وظاهر عليه سيمة الأرب من ربنا يعمل معك موقف يصدمك فلما تتصدم فيه تتصدم في الدين نفسه في تدينك أنت وفي أثر الدين على إصلاح الخلق شوف رقم واحد المتدينون أو الشيوخ منهم شيخ شيخه الزمان راجل بيحب ربنا سنه كبر رب دقنه عابد على العين والرأس يتقاله يا سيدي ويا أستاذ وحضرتك لكنه قد لا يكون قدوة في الأخلاق قد لا يكون قدوة وفيه شيخ شيخه الناس أنا لو واحد سيبدأنه بسبوعين ثلاثة لو راكب مواصلات يا عم الشيخ والناب يتفعلين الأجرة هو ممكن يكون مش مركز أو على إصلاح نفسه أو رحمته بالخلق أو خدمته للخلق فأنت متصور إن هو متدين وهو لسه السكة قدامه طويلة فده صدمته قليك ما تفتنكش في دينك وفيه شيخ شيخه الإعلام بعض أصدقائنا ممكن يقرأ كتاب ويعمل فيديوهات فالناس تنبسط ناس تحب ربنا فتنبسط بقوي هو كمان ينبسط ويقرأ كتاب تاني ويتكلم مع الناس على السوشيال ميديا فالناس تنبسط أكتر هو ينبسط كمان وكمان حاجة من الاتنين إما يسلك طريق طلب العلم تحت أرجل المشايخ اللي فيها عبادة وفيها تزكية للنفس واحترام للخلق ورحمة بيهم وخدمتهم ترقية تنمية للنفسية وإما ما يعملش كده فيبقى معروف أنه بيتكلم في الدين أو بيتقال له يا عم الشيخ بس هو ما اشتغلش على نفسه خالص كل النماذج دي موجودة في حياتنا كلنا وما أبرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذا المتقرب إلى الله لو عمل معك سقطة أخلاقية أنت كنتش أبدا تتوقعها منه من حد ظاهر عليه الدين كده هقولك مجموعة أفكار شاركها مع حضرتك حتى لا تفتن في دينك الفكرة الأولانية إن هذا الإنسان ممكن يبقى صادق فعلا محب لربنا ولكنه اشتغل على ملف العبادات فظهرت عليه سيمة العبادة لكنه لسه ما اشتغلش على ملف الأخلاق والمعاملات ورحمة الخلق واحترام حقوقهم الصدق معاهم اللي قال فيه سيدنا عمر لا يغرنك طنطنة الرجل في الصلاة بالليل صوته الجميل وتخشعه في الصلاة إنما الرجل كل الرجل من أدى الأمانة إذا أتمن ومن سلم الناس من لسانه وادة شوف فهم سيدنا عمر فصاحبنا ده صادق لكنه مش قدوتك فلما يزل لا ما يهزكش فكرة تانية الشخص ده ممكن يكون إنسان عابد وإنسان خلوق بس زل في الموقف ده غلط لأنه مش معصوم سيدنا النبي هو اللي معصوم عليه الصلاة والسلام هو مش معصوم وعد وعد وخلفه غلطان وممكن يغلق بكبائر كمان في الأخلاق ولعله يتوب إلى الله فتقبل بشريته ويعرف أن أنت كمان ممكن في يوم الأيام تزل لأنك أنت إنسان وكله من قدم خطأ وخير الخطأين التوابون لكن الفكرة هنا بقى والأهم ليه ربنا حطه في طريقك ليه ربنا خل حد ظاهره التقرب إلى الله وسيما سيما التدين وعمل معاك موقف يهزك زي ده إيه الرسالة اللي ما فضت وصل لك يمكن ربنا وراك نموذج تنفر منه وتكرهه فتاخد بالك أو من معاملتك للخلق وسمعة الدين اللي ممكن تكون بتوصلها بطريقة جميلة أو ممكن الواحد يكون تصرفاته فتنة للناس ممكن ربنا يكون بيعلمنا تقبل الخلق بعيوبهم وأخطأهم وذنبهم واحترام محاولتهم واحترام إخفقهم كمان يمكن ربنا بيوسع صدرنا وبيقولك إن القدوة الرئيسية الحقيقية هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما سيدنا من مسعود بيقول كده لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كان لا محالة فليقلد من مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة فغلطت الشخص اللي سيماه التدين غلطته وأنا مسؤوليتي أحمديني من الفتنة ممن أخطأ وأنا متوقع منه إنه يكون على خط النبي عليه الصلاة والسلام شكراً لكم